السلام عليكم كوكيزات مرحبا بكم في قناة ميمي دامو الكوكيزة كيف عملين اشخباركم اموركم هانية كنت من ربيتكم باخير وعلى خير اليوم جيبت لكم وصفة لازانيا محبوبة الجماهير واللي كتعتقنا باللي كنكونو حرفنا اشنو نوجدو فوشبة الاغضاء او لنشا جيت نتقسم معاكم تفاصيل ديانا كيفاش كنحضروا صورة صوص التماطم وكذلك صوص البشاميل باش تجيكم بنينة وناشحة مئة في المئة تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر صراحة كتجي لغزالة وبنينة كيف ما كتشوفون عندي هنا يرجازار كتقولوا كيفاش مريم غتعدنا لازانيا بخيزو بقوا معايا في الفيديو باش تشوفوا كيفاش كنحضر هاد الاصوص هادي اللي كتجي اكتر من رائعة مهم ما غديش نطول عليكم وغديش نضوزوا مباشرة المقادير وطريقة التحضير وكما العادة فرجة ممتعة بسم الله على بركة الله غديش نحتاجوا اللازاندينا جوج مطيشات كبار مطيبة في الماء كيف ما كتشوفوا انا نقيتهم وقطعتهم وربعت وصلقتهم في الماء وخليتهم شوية ديال مديانهم اللي غديش نطحنوا في هاد المكسر هادا غديش نحتاجو نجوج بصيلة صغارين اللي حتى هما غدي نطحنوهم انا عندي بصيل صغير عليها عملت جوج نتوما اللي عندكم كبار عملوا وحدة كبيرة غدي نحتاجو ثلاثة ديال خيزويات يجيو هكذا نقطعوهم صغيرين اللي حتى هما غدي نطحنوهم في المكسر غدي نحتاجو ثلاثمية جرام ديال كفتة بالنسبة للتوابيل عندي هنا بهارات مشكانة هنا عندي الملح على حسب الدوق غدي نحتاجو الفلفل الأحمر اللي بزار التوم غبرة ومعلقة كبيرة ديال تماطم المركزة وغدي نحتاجو كذلك الورقة سيدنا موسى وطبيعة الحال زيت الزيتون وزيت المائدة سوف ندوزل طريقة التحضير المرحلة الأولى سنتحنو البصيلة في المكسر إذا لم تكن لديك البنات هذا المكسر تستطيعوا تحكو البصيلة بطريقة عادية بسم الله بسم الله هنا البنات سوف تكون حل هذا الشكل مطحونة جيدة ودبعا سوف ندوزل مطحنة الكاروتة حتى لا تستطيع المكسر وطبيعة الحال إذا لم تكن لديكم المكسر سوف تحكوها عادية تحكوها بذلك الغابة هذه الماكينة سوف تسهل كل شيء هذه المكسر سوف تسهل المبتدئات والمعجازات وكل شيء هناك سوف ترى كيف يأتي شكله سوف يأتي رائع رائعا سوف ندوزل مصطحنة ونضحن الطماطم مصطحنة وكيف يأتي هذا كوكيزتي هذه المصطحنة سوف تسهل لأسفنة بسم الله هنا نزلت المقيلة سوف نقوم بها زيت المائدة ونضيف زيت الزيتون سوف تستعملوا البنات سوف نخلط في العزام سوف نضيف البصل ونضيف كذلك الكاروت كذلك 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 ثم سوف تجري على السماء المائدة اخزة سوف نجرب وستعجبة وستمر معها سوف نجعل هاتش سوف نتحمر ثم نبات الكفتة كذلك رائعا سوف نضيف الكفتة سوف نضيف الكفتة نضيف الكفتة نضيف الكفتة نضيف الكفتة الثوم غبرة إذا لم تكن المسافرين على الثوم غبرة تستطيع التوامل الفخي تحقه و تعمله و هنا توابل توابل سأقوم بتقسم هذه الثوم تقسم هذه الثوم ملونج ماروكا يوجد جبنين يوجد جبنين يوجد رائعة من الكفتة سوف نحاول نخلط سوف نضيف زيت زيت لكي لا يبس الكفتة سوف نضيف نضيف جبنين سوف نضيف و هنا سوف نضيف كفتة و سوف نضيف و هنا سوف نضيف الأسفل المسافرين المسافرين من توقف لديها المسافرين سوف نضيف المسافرين من السبب المسافرين تماطم المركزة ووراق الرمض ووراق الحباق بازيليك تضيفهم 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 مقرر نضيفهم نضيف الماء ثم نضيفه لايقفة نضيفهم رمضة وأضيفهم بالأخر محضوم نضيفهم جنفة دعم مصر سوف ينقصوا على البطاة سوف نضيف معلقة صغيرة السكر ساندة لكي تبتح الحموضة سوف نضيف معلقة صغيرة الزبدة سوف نضيف معلقة صغيرة الزبدة سوف نضيف معلقة صغيرة الزبدة سوف نضيف معلقة صغيرة نضيف الحليب بارد نضيف الحليب و نخلطه هذه الطريقة تستقر مئة في مئة يعني لما تكور لا تحتاج أي شيء تأتي خاطرة و تكون الكثير من الأخوات الذين يساقصوني على نفسه تتطلع لهم شيء يعني إما تتكور أو تتطلع لهم قاسحة فتبعوا المراحل حليتها ستطلع لكم ناجحة مئة في مئة كيف تشوفوا هذه الطريقة تتعقد لي بشوية بشوية نضيف الملح و نضيف الملح معرقة صغيرة و نضيف و نضيف و نضيف هذا السبب هناك قسعة قوي تستحضل الملحة و أمضيف الملحة نضيف الملحة نعم بنات نعم بنات نعم بنات سوف نقوم بمعيقة لكي تأكدوا بالرهب لكي لا تقوم بشكل ومعيقة نعم بنات نعم بنات نعم بنات نعم بنات سوف نعم بنات نعم بنات و هناك منات السوجة نعم الثالث جزء لكننا سوف نصبح موزاريلا و هناك منات نعم بنات نعم نعم بنات شفية و هناك سوس بشمل اللولة نوزع اللولة و نضيف اللازن و نضيف نضيف طبقة الأولى من البشمل و نضيف 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 نظيف كيف تأتي نضيف و أين هي الجزر؟ اختفت نضيف و نضيف خماج و نضيف طبقة أخرى من البشمل و نضيف نضيف كما تشاهدون لا أحتاج أي شيء سخونة وهو سخونة والفرن سخونة سخونة 180 درجة سوف نستمر بالنسبة للفرن سوف نزلها في الواسط و سوف نتطيب لمدة 20 دقيقة يعني هي مرة لسوس طيبة لا تستمر سوف نستمر سوف نستمر بالطبقة و نرجع لكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مع الأهل والأصدقاء حتى من هنا الفيديو اليوم سيكون تلا شكرا لكم على المشاهدة خليتكم على خير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة